بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعض الصلاة فهي صدقة من الصدقات فزكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى وكما جاء في هذا الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث فحتى يتحقق هذا المراد وحتى ينال الإنسان هذا الفضل لابد أن يأتي بها على وجهها وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فلا يجوز إخراجها نقدا الآن كثير من الناس يقول بإخراجها نقدا أو يقوم بإخراجها نقدا وهذا لم تأترد به السنة فقد كان الدرهم والدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الدرهم والدينار في القرون المفضلة ولم ينقل لنا أن السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يخرجونها نقدا بل كانوا يخرجونها طعاما لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طعمة للمساكين طعمة للمساكين بل قال بعض أهل العلم ببطلان من أخرجها نقدا وأنها لا تجزئ فلابد من إخراجها طعاما ومن أراد أن يجتهد فليخرجها طعاما يعني موافقة للسنة وليزد عليها شيئا من المال إن كان هو يرى أن النقد أنفع للمسكين يطبق السنة ثم يضيف عليه ما شاء من المال هذا أمر أمر ثاني وهو الإنسان يحسن في إخراج هذه الزكاة فيعتني بإخراجها لا من جهة نوعها ولا من جهة إلى من تعطى فليس يعني يشتري الرديء من الطعام أو الرخيص من الطعام ولا كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه بل الإنسان يختار أحسن الطعام وأجود الطعام ليكون طعمة لهذا المسكين فيحسن في إخراجها من جهة السنية ومن جهة جودة الطعام ولو أخرج الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته ثلاث أو أربع أنواع من الطعام وأعطاها لمسكين فهذا أنفع لأن المسكين سيستفيد من أنواع متنوعة من هذا الطعام بعض الناس يخرج الدقيق مثلا عندنا في المغرب يخرج الدقيق وهو يعني أكثر أكثر طعام الناس لكن لو أخرج من الحمص ومن العدس ومن الكسكس ومن الفاصولية وغير ذلك لكان هذا أنفع للمسكين لكان أنفع للمسكين لأنه سيستغني بهذا الطعام وربما نعلم أن هذه الأطعم ربما زاد سعرها الآن فالإنسان لا يقول الدقيق أرخص وهذه الأشياء غالية خلينا في الدقيق لا إذا اجتهد وأحسن في إخراج هذه الزكاة لعل الله عز وجل يطهر هذا الصائم من اللغو ومن الرفاث ومن النقص الذي يعتري صيامه فأحث نفسي وأحث إخواني على الإحسان في إخراج الزكاة الفطر والاعتناء بإخراجها وباختيار الطعام الجيد فيها والعناية بإخراجها في الوقت المناسب وهو قبل الصلاة فإن كانت بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصدقة من الصدقات ويبحث عن أهلها هم الفقراء والمساكين فما يعطيها الإنسان إلى أقرب من يأتيه كأنه يتخلص منها بل يعتني منها لعل الله عز وجل يرفعه بها ويغفر له ويجبر نقصه في صيامه نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب وارضاه والحمد لله رب العالمين